السلام عليكم ورحمة الله شاوم 13 برو وصل بإمكانيات رهيبة بالأداء بأحدث معالج من شركة سناب دراجون وهو سناب دراجون 8 الجيل الثاني وأيضا أحدث مستشعر من شركة سوني وهو IMX989 للكاميرات اختبارات كثيرة للأداء والكاميرات راح أستعرضها معكم أنا علي سهيل بسم الله نبدأ في هذا الفيديو راح نقارن هاتف شاوم 13 برو بهاتف شاوم 12 اس ألترا الذي يأتي بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول في معظم مرحل هذا الفيديو حتى نقارن بين الأداء بين الهاتفين وما هو التطور الذي جاء فيه معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني ولو بدأنا من ناحية التصميم فهذا الهاتف جاء بتصميم جديد مقارنة بالإستارات السابقة صحيح أنه لا يبدو مختلفا عن العلامات التجارية الأخرى وخاصة من الناحية الأمامية ولكن في الخلف أضافت شركة شاومي هذا الغطاء الخلف الخزفي مع وحدات كاميرا مربعة بحجم كبير ولكن بالوقت نفسه تذكرنا بهاتف شاومي ميكس فور وهما يحتويان على غطاء خلفي سيراميكي ووحدات كاميرا مربعة ولكن لسوء الحظ نتيجة لهذا الغطاء السيراميكي زاد وزن الهاتف حيث يأتي بوزن ثقيل نسبيا 235 غرام وهو ثقيل حقا في اليد عكس هاتف شاومي 13 العادي الذي بالمناسبة هو موجود معنا وأيضا سنقوم بمراجعته لاحقا لذلك تأكد انك مشترك معنا بالقناة وانفعل الجرس ولو عدنا لتصميم هاتف شاومي 13 برو فالشاشة الأمامية تأتي بتصميم منحنة من الجوانب مما يجعله أكثر روحة في أثناء حمل الهاتف ومع ذلك في السيراميكي الموجود في ظهر الهاتف هو أفضل ما يمكن أن يقدم بهاتف ذكي بالرغم من الوزن الثقيل وأيضا هو محمي بطبقة حماية من نوع غورني غوريلا غلاس فيكتوس ومع ذلك يبدو أنحف وأقل وزن من هاتف شاومي 12 ألترا وعلى الهاتف يحتوي على منفذ أشعة تحت الحمراء ER وأيضا ميكروفون لعزل الضوضاء وفي الأسفل يحتوي على مكبرات صوت ستيريو وهي مدعومة من قبل الشركة Dolby Atmos وميكروفون ومنفذ الشحن من نوع USB 2 ومدخل شريحتين سيم كارت أما لو انتقلنا إلى الشاشة فالواجه الأمامي يمغطى أيضا من طبقة حماية من نوع غورني غوريلا غلاس فيكتوس والشاشة تأتي من إنتاج شركة سامسونج وهي E6 AMOLED بدقة 2K بأبعاد 1440x3200 وهي تأتي بحجم 6.73 بوصة بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ومعدل التحديث هذا متغير من 1 إلى 120 هرتز بسبب وجود خاصية LTPO2 وتأتي هذه الشاشة مع مستشعر تم إضافته مع المميزات الجديدة BWN عالي التردد والتعديم وسطوء هذه الشاشة يصل حتى 1900 نتس بينما لا يزال السطوع القابل للتعديل يدويا بأقصى حد عند 1200 نتس ويمكن أن يوفر تعديم BWN عالي التردد أيضا تأثير مضاد للأشعة لحماية العين وتحتوي بالإضافة إلى ذلك على 522 بيكسل في البوصة الواحدة وهي تدعم خاصية HDR10 Plus وأيضا خاصية Dolby Vision والآن خلينا نتحدث عن الأهم وهو المعالج وهو أحدث معالج من شركة Qualcomm وهو سناب دراجون 8 الجيل الثاني وعداء هذا المعالج سيتم ذكره كثيرا فهو حقق أرقام لم يصل لها أي هاتف محمول حتى هذه اللحظة حيث هناك تغير في بنية وحدة المعالجة المركزية حيث تم إضافة نواة جديدة للأنوية عالية التردد ولم تعد ثلاثة أنوية كما كانت سابقا بل أصبحت أربع أنوية مما يؤدي إلى أداء أفضل وأقل في استهلاك الطاقة وحرارة معتدلة وكذلك أكثر كفاءة من سابقه أيضا على سبيل المثال في اختبار للإجهاد الشديد 3D Mark أكمل هاتف 13 برو اختبار للعشرين دقيقة مع درجة حرارة 45 درجة في الذرو واستقرار 78% وهو أفضل قليلا من شاوم 12S Ultra كما أن نسبة صرف الطاقة هي أقل من S12 Ultra وأيضا بالنسبة لمعدل الإطارات أعلى بكثير من S12 Ultra وباختبار لعبة بوب جي موبايل بعدادات الرسوميات العالية وهي نفسها بالنسبة لكي إليهما حيث يمكن لكل الهاتفين تحقيق أكثر من 59 إطار في الثانية ولكن هاتف شاوم 13 برو كان استهلاكه للطاقة أقل حيث بلغ في المتوسط 2.67 واط وأعلى قوة وصل لها 4.5 واط وكلاهم أقل بكثير مما كان عليه الأمر في هاتف شاوم 12S Ultra ثم أجرين اختبار الألعاب على لعبة Genshin Impact تحت إعدادات رسوميات الأعلى في هذه اللعبة حيث حقق شاوم 13 برو نتائج أفضل وناتج حراري أقل من هاتف شاوم 12S Ultra وأيضا نتائج أعلى في معدل الإطارات حيث حصل على 59.48 إطارا في الثانية وهي أعلى نتيجة يمكن تحقيقها على هاتف محمول وقد كان استهلاكه للطاقة بالمتوسط عند 5.7 واط وحرارته عند 44.1 درجة وهذا يعني أنه عندما تلعب على لعبة Genshin Impact فلن تحصل على أداء أفضل فقط ولكن أيضا على عمر بطارية أطول وأيضا هناك مفاجأة أخرى من شاوم 13 برو في لعبة Genshin Impact حيث يمكنك تفعيل وضع تيربو حيث يمكن تغيير خيار GPU الخاص باللعبة إلى وضع الجودة العالية وهنا ستجد رسوميات الألعاب أكثر وضوحا لأن دقة اللعبة قد تم تعزيزها للتو من 720 بي إلى 864 بي وقد قمنا أيضا باختبار وضع الدقة العالي حيث لا يزال بإمكان الهاتف تحقيق وتوسط معدل إطارات 59.8 fps دون وجود أي مشاكل ومع ذلك ما زلنا غير قادرين على لمس الحد الأعلى لهذه اللعبة ولا شك في أن مجموعة شرائح 8 الجيل الثاني أكثر مجموعة شرائح قوة للألعاب في الوقت الحالي مقارنة بسابقاتها حيث زاد معدل أداء وحدة المعالجة المركزية من 15 إلى 30% عن سابقه ومن الاختبارات التي أجريناها يمكن أن تتحقق نسبة طاقة مقارنة مع الأداء في الاختبارات زيادة في الكفاءة من 25 إلى 35% وأيضا أدى إلى ترقية أداء GPU وأعتقد أن هواتف مثل هاتف شاومي 13 برو قد طغت على العديد من هواتف الألعاب وما زلنا بحاجة إلى تذكيرك أنه إذا كنت تستخدم الهواتف فقط للتطبيقات الخفيفة فقد لا تشعر بالزيادة الحقيقية في قوة المعالج نظرا لأن الترددات المخفضة لم تتحسن كثيرا مثل الأداء الثقيل وبالمناسبة يأتي الهاتف أيضا بتخزين من نوع UFS 4.0 وهو الأحدث من نوعه وهذا بالنسبة للذاكرة الداخلية 256 أو 512 أما لو اخترت 128 سيكون نوعية ذاكرة التخزين من نوع UFS 3.1 ونوعية الرام في جميع النسخ تأتي من نوع LPDDR5X والتي تعمل على تسريع استجابة النظام وتحميل اللعبة بشكل أسرع أما لو تطرقنا إلى الكاميرات في هذا الهاتف فهو يحتوي على ثلاث كاميرات بحجم 50 ميجابيكسل حيث تأتي الكاميرا الرئيسية كما قلنا بحجم 50 ميجابيكسل وبمستشعر سوني الأكبر وهو IMX 989 حيث تحتوي على ضبط تلقاء للصورة ثناء البكسل وأيضا تثبيت بصري والكاميرا الثانية وهي عدسة مقربة 50 ميجابيكسل وهي من إنتاج شركة سامسونج والكاميرا الثالثة أيضا بحجم 50 ميجابيكسل وهي للزاوية العريضة Ultra Wide والكاميرا الأمامية تأتي بحجم 32 ميجابيكسل وتستطيع الكاميرا الأمامية تسجيل فيديو بدقة 4K 30 إطار في الثانية أما الكاميرا الرئيسية فهي تستطيع تصوير فيديو بدقة 8K 24 إطار في الثانية ونتائج التصوير فيها ليست جيدة بدقة 8K حيث نراحل فيها بعض البطء بالتصوير وكذلك من ناحية السلاسة أما بالنسبة للتصوير 4K فهو أكثر سلاسة وأيضا تصوير فيها عالي الدقة حيث نرى صور أوراق الشجر وأيضا تفاصيل الغيوم والصور الخارجة من هذا الهاتف غاية في الروعة وذات دقة عالية وهذه بعض المقارنة بهاتف آيفون 14 برو كما يمكن الهاتف تصوير فيديو بدقة سلو موشن 240FPS وكذلك 480FPS وأيضا والأهم 1920FPS ونلاحظ الدقة والسلاسة بالتصوير في هذا الوضع أما من ناحية نظام التشغيل فهو الأحدث وهو أندرويد 13 مع واجهة MIUI 4.0 وهذه المرة برأي أكثر استقرارا من الإصدارات السابقة مع بعض المميزات الغنية والظاهر أن شاومي تفكر في التخليع عن استراتيجية إضافة مميزات إضافية وأيضا العمل على بناء نظام خفيف للحجم حيث يمكن الآن إزالت جميع التطبيقات المثبتة مسبقا باستثناء التطبيقات الرئيسية ومن المستغرب أن تطرح شاومي هواتف شاومي الجديدة بنظام جديد فقد يكون فيه أخطاء خفية وأيضا بالمناسبة إذا حابب نعمل فيديو عن واجهة شاومي الجديدة MIUI 14 وأهم المميزات التي جاءت فيها وإذا كان هناك أقبال شديد راح نعمل فيديو عن هذه الواجهة الجديدة وبالنسبة للبطارية والشحن في هاتف شاومي 13 برو الجديد حيث تأتي البطارية بحجم 4820 ميلي أمبير مع دعمه للشحن السريع بوجود شاحن بقدرة 120 واط وقد تم تحسين أداء البطارية وقد حصلت على نتائج أفضل مقارنة مع هاتف شاومي 12 اس ألترا حيث يمكن شحن البطارية بالكامل إلى 22 دقيقة فقط كما أنه يحتوي على شحن لاسلكي 50 واط يستطيع شحن البطارية بالكامل إلى 39 دقيقة فقط وعلى شحن عكسي بقدرة 10 واط ولو انتقلنا إلى أداء الصوت في هذا الهاتف فالصوت في هذا الهاتف عالي جدا وهو صوت استيريو مدعوم من قبل شركة دولبي أتمر وهذه عين من الصوت الخارج من هذا الهاتف ولكن سعر هذا الهاتف في هذه المرة أتى أعلى من النسخة السابقة 12 برو وهو 900 دولار تقريبا ولكن رغم ذلك وهو يحتوي على جميع المميزات التي تجعله هاتف ذو قيمة مقابل السعر وهو أيضا يحتوي على معيارية مقاومة الماء والغبار IP68 وكذلك يدعم بلوتوث 5.3 وخاصية NFC للدفع وير للأشعة تحت الحمراء ويأتي بعدة ألوان وهي الأبيض السيراميكي والأسود السيراميكي والأخضر السيراميكي وكذلك الأزرق الجبلي طبعا هذه أهم المميزات التي جاء فيها هاتف شاومي 13 برو وإن شاء الله هناك لقاء لاحق مع هاتف شاومي 13 العاد إذا كنت بغير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة ودفع الجرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله